السلام عليكم احلى اخوات واحلى صحاب في الدنيا على عرب تيكنو يا رب كلكم تكونوا بخير في بداية الحلقة وقبل ما ابدأ خلينا اطلق على السماعة دي اسم متهاية لانسب اسم ليها هو التوقم الشرير السماعة دي هي التكنزون الكي 39 وها هي التكنزون الكي 39 كيفين شكلها اعمل ازاي؟ خليني بقول لك ليه انا سميتها التوقم الشرير وده في نبزة صغيرة جدا عن السماعة دي علشان ما نطولش كتير انا سميتها كده لان السماعة دي تعتبر البديل الافضل للسماعة التكنزون الكي 38 لو ما تعرفش الكي 38 فاحنا نزلنا لها مراجعة قبل كده واسيبلك اللينك بتاعها تحت في الوصف وصورتها اللي ظهرة قدامك دلوقتي على الشاشة متشابهة في ايه بقى؟ في كل التفاصيل تقريبا فلو كنت شفت مراجعة الكي 38 هتعرف قد ايه هي متشابهة معاها وخلينا كلمك على اول حاجة التصميم والبالد كواليتي بص هي الشركات عرفت خلاص ان انا بحب السماعات المارينة جدا اللي مهما عملها كده او عملها كده او عملها كده ايه ده؟ المهم يعني تفضل مارينة وما تكسرش فالتصميم والبالد كواليتي بتاعتها زي ما انت شايف مفيش عليها كلمة وعندك درايفرات السماعة اللي بتيجي بحجم 50 ملي ونفس الاركوبس اللي بتكون سميكة ومتغطية بطبقة من الجلد وبيتكون واسعة زي ما انت شايف علشان تحتوي دانك من غير ما تدايق وعلى فكرة الاركوبس سميكة فعلا تحس انها مخدات مش ايركوبس والهيت باند بتاعتها بتكون مارينة ولكن بتوسع لوحدها من هنا كده ومن الناحية التانية بالشكل ده الحتة اللي فوق دي الهيت باند اللي فوق دي معدن مش بلاستيك ودي من نقاط القوة في السماعة دي اللي بتخليها مارينة جدا وفي نفس الوقت ضد الكسر تقريبا ولو بصيت عليها من الجنب هتفكر انها اوبن باك يعني سماعة مفتوحة ولكن عايز اقولك ان ده مجرد مش عادي جدا وهي مش مفتوحة خالص ومن جوا هتلاحظ ان فيه لوجو تيكنوزون وده بينور لما توصل السماعة بالكمبيوتر والمايك بتاعها بيكون بلت ان فيها بالشكل ده فبكده مش هيدايقك وانت لابسها مسلا وتستخدم المايك وتحس ان المايك مسلا بمدايقك لا يمعلم المايك قصير جدا وفي نفس الوقت في السماعة نفسها وبرغم ان المايك بتاعها قصير الا ان ده صوت المايك بتاع السماعة التيكنوزون الكي تسعة وتلاتين وعايز اقولك ان الصوت كده بدون اي تعديلات في الصوت ومش معدل فيه اي حاجة خالص فاتمننا ان الصوت يطلع كويس ويالله بينا نكمل وبالنسبة لسلك السماعة دي فهو بيكون سلك عادي مش بريدي ولكن عايز اقولك ان السلك بتاعها مارن جدا وده من الحاجات اللي هتخليه ما بتقطعش معاك بسهول والسماعة دي بتيجي بمنفذ يو اس بي طبعا لاحست ان السلك مهوش كنترولر كنترولر السماعة دي بيكون فيها من ورا بيكون في بكرة عشان تعالي وتوطي منها الصوت وبس ده الكنترولر الوحيد اللي فيها ولكن اللي يشفع لها في الموضوع ده حاجة مهمة جدا وهي ان السماعة دي بتدعم انها تشتغل على السوفتوير بتاعتيك نزول فاظن ان حاجة مهمة دلوقتي ان اي سماعة تستخدمها او ماوس او كيبورد او اي حاجة من اكسسورات الكمبيوتر لازم تكون لها سوفتوير او لازم يكون لها سوفتوير تتحكم بقى في كل حاجة فيها دلوقتي بقى خلينا كلمك عن الاداء اول حاجة خلينا نتكلم عن اداة السماعة دي في الجيمينج عايز اقولك ان السماعة دي في الجيمينج رهيبة صوتها يعني عالي شويتين تلاتة فلو متعود على السوت الوقتي حاول توطي صوتها شوية بالله عليك علشان انت دي صوتها عالي وبما ان صوتها في الجيمينج هيبقى عالي ففي الميوزك حدس ولا حرج والحاجة المهمة دلوقتي في سماعة الجيمينج هي ابتدعم السوت المحيتي ايوه ابتدعم السوت المحيتي ال 7.1 واللي تقدر تتحكم فيه برضو عن طريق السوفتوير بتاعها ما ظلمش ان فيه سماعة النهاردة جيمينج بتيجي من غير انها تدعم السوت المحيتي لازم تكون بتدعم السوت المحيتي على الاقل طبعا كل السماعات اللي هي بيقولوا عليها صوت محيتي مش صوت محيتي حقيقي 100% هو بيبقى محكاء للسوت المحيتي وده هنبقى نتكلم عنه في حلقة بعد كده وهشرح لكم بالتفصيل ان فيه ناس كتير قوي كتشفت انها فهم الموضوع غلق وبالنسبة لتجربة لبس السماعة فيالله بينا نجرب بسم الله الرحمن الرحيم نجرب لبس السماعة وده كده شكل السماعة وانا لبسها عايز لقولك ان اول حاجة لحستها لما لبست السماعة انها معزلتنيش عن العالم الخارجي بنسبة كبيرة وانا هنا لسه مش مشغل اي حاجة لكن لما جربتها وهي شغالة فعزلتلي بنسبة اكبر شوية حسيت فعلا ان انا متسمع الناس اللي برا او متسمع اي حوالية بس ده وانا مش عغل حاجة عليه لكن دلوقتي انا مش مشغل حاجة فمش عزلاني كويس طب تجربتها بقى وانا لابسها عاملة ازاي اول حاجة برضو لاحستها انها خفيفة جدا مش حاسس بالهدبن لانها فليكسبل زي ما قلتلك فما بتضغطش على راسك وتاني حاجة لسماعة مش ضغطة على اوداني ويمكن عدم الضغط ده هو اللي بيترجم في عدم عزلي عن الضوضاء اللي بتكون محيطة بيا فقصة انها مش قفلة على اوداني كويس او مش قفشة على اوداني فهي دي اللي بخليها مش عزلاني لكن عزل الصوت زي ما قلتلك هو فيها كويس يعني لما تشغل حاجة او تلعب بيها دلوقتي بقى تعالق دك في جولة سريعة كده وانا بقولك ايه الحاجات اللي ما عجبتنيش في السماعة دي بس قبل ما قولك على العيوب طبعا لو لوحظت ان كل الحاجات اللي انا قلتها دي تعتبر كأني برجع التكنوزون الكي 38 الناس كتير قوي كانت عايزة تشتريها بس هي للاسف دلوقتي اوتوفيستوك الكي 38 فتيكنوزون نزلت دي دلوقتي الكي 39 فما فيش اي فرق خالص فلو كنت ناوي تشتري الكي 38 فعايز اقولك ان دي هي افضل شبيهة وهي فعلا التوقم الشرير للتيكنوزون الكي 38 عرفت ليه بقى انا سميتها التوقم الشرير اما بالنسبة بقى للحاجات اللي ما عجبتنيش في السماعة دي بص كده على الجزئية دي فيه هنا سلك بيطلع وينزل مع الهيت باند حتة دي الصراحة ما عجبتنيش قوي برغم ان السلك طويل ومرن في نفس الوقت بس بجد اللي طوميني ان الهيت باند اخيرها كده يعني مش معقول يعني هتطلعها ما بين الحديد اللي فوق ده يعني الدماغك مش خارقة هتعدي من هنا فلو تلاحز ان اخر الهيت باند عمرها ما بتجيب السلك الاخره زي ما انت شايف كده فده اللي مطوميني شوية ان السلك مش هيتشد تاني حاجة ان السلك بتاعها برضو بيجي من غير كنترولر نفس اختها التوقم الطيب بتاعها الكي 38 اما بالنسبة بقى الفئتها السعرية فعايز اقولك ان السماعة دي بتيجي بفئة الخمسمائة وخمسين جنيه تقريبا يعني تقدر تقول فئة الخمسمائة للستمائة جنيه وفيه هنا ملحوظة صغيرة بالنسبة للسعر والاداء عايز اقولك ان السماعة دي بتاخد منها اداء احسن وافضل من سماعات اغلى منها بكتير هنقدر نقول قيمة مقابل سعر هو الى حد ما اه ولكن بعد ما سمعت اداءها وقرنتها بسماعات اغلى منها فقدر اقولك ايوة هي قيمة مقابل سعر الى حد كبير بقى وبالنسبة للضمان بتاعها فهي بتيجي بضمان سنة كاملة من تيكنو زون ودي بقى الحاجة اللي بجد قاتلة لأي سماعة تانية بتنفسها لان من الصعب انك تلاقي سماعة بالفئة السعرية دي وبالاداء ده وبتديك ضمان سنة كاملة للدعي والصناعة الضمان بجد حاجة مهمة بيخليك تشتري الحاجة وانت منطمة والحد هده اشوفكم على خير يا احلى اخوات واحلى اصحاب في الدنيا في حلقات جاية كتير ومراجعات جاية كتير وحوارات فضائية جامدة جاية كتير على قناة عرب تيكنو فكل اللي عليك انك انت لو لسه مشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس ما تنساش تسيب اللايك الجميل على الفيديو ده علشان ده بيدعمني وحفزني ان استمر وكمل في اللي جاي سلام يا صحابي